اتفاق فاختلاف فاتفاق كذلك تسير مشاورات الكويت مع جماعة انقلابية ما إن تسلم بالموافقة على الدخول في المشاورات إلا وتعود الجولة الجديدة إلى مربعها الأول حيث تبحث الجماعة فقط عن إيقاف عمليات التحالف العربي بينما يتمسك الجانب الحكومي بتنفيذ قرار مجلس الأمن مؤخرا تحدث المبعوث الأممي على أن المفاوضات تمر بمرحلة حرجة بسبب استمرار تباعد مواقف أطراف الصراع ولم يقل الرجل من المتسبب بذلك حل يعني مهم جدا لأن تأتي بطريقة متماسكة وهي على ما يبدو المرة الأولى التي يطل فيها اسماعيل ولد الشيخ ليشرح تباعد الأطراف لكنه أيضا في الوقت ذاته يعتبر أن هناك انفراجا في مسار المشاورات ما يزال ضعيفا فوجهة نظر اسماعيل ولد الشيخ أن حربا استمرت أكثر من عام لا بد أن تنطوي على كثير من التحديات التي لن تحل بيوم أو يومين مع استمرار عملية المشاورات التي تحتضنها الكويت وتشرف عليها الأمم المتحدة تنجح من مرة إلى أخرى عمليات إنعاشها فقط فاتساع الخلافات المتواصلة على المحاور الشائكة أيضا مستمر فلا الضغط الدولي على الأطراف نجح في ظل الحديث عن هذه الفرصة التاريخية لإنهاء الحرب وللميليشيات توقفت عن قتل المدنيين إذن تتأرجح المشاورات بين موافقة الجماعة الإنقلابية ورفضها ومعها تستمر الأزمة الخانقة في البلاد في مقدمتها الحرب التي دشنتها جماعة الحوثي بالتحالف مع الرئيس المخلوع وما تزال تواصل قتالها في تعز وبعض المحافظات الأخرى فالواضح إذن لا يمكن أن تتحرك عجلة السلام سياسيا بينما تقتل الميليشيات على الأرض ترجمة نانسي قنقر